حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن حبيبي بن زيد عن مولاتهم ليلى عن عمته أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها قال وثاب إليها رجال من قومها قال فقدمت إليهم تمرا فأكلوا فتنح رجل منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه فقال إني صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنهما من صائمين يأكلوا عنده فواطروا إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوموا حان يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني حبيب الأنصاري عن ليلى عن جدته أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقربت إليه طعاما قال إني فكلي قالت إني صائمة قال الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حثن هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت مولا طم لنا يقال لها الليلة تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعت له بطعمين فقال لها كلي فقالت إني صائمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن صائمة إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة حتى يفرغوا وربما قال حتى يقضوا أكلهم